الاسعار نطة نطة كبيرة جدا هو طبعا الحي كده كده كان الاسعار فيه بدأت تتحرك بمجرد ما قاله العاصمة تشتغل بدأت الدنيا تتحرك في الحي وكان متوقع ان الكلام ده هيحصل والكلام ده قلناه في الفيديوهات القديمة لو الناس رجعت من سنة كده هتلاقينا كنا بنعرض حاجات في الحي المتميز هنا بربمائة الف كاش وربمائة وخمسين على ثلاث سنين والفيديوهات موجودة ما مسحتاج يعني الناس لو دخلت في الفيديوهات في اخر شهر في شهر تسعة وعشر وحداشر وثناشر عشرين وعشرين وفي بداية عشرين وعشرين واثنين وعشرين كنا بنتكلم في ربعمائة كاش ربعمائة وخمسين على ثلاث سنين لو حاجة داخلية حاجة على أحزام مميزة وممكن كانت تبقى مصد تشريب كمان كانت هين الناس بتتكلم في خمسمية وخمسمية وخمسين ألف على ثلاث سنين فكانت الناس برضو بتتصل وبتقول لي يا بش siete ها طبعا الحسائر عالية دلوقتي الأسعار بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لحضراتكم أقل حاجة في الشارع الداخلية يعني ده مثلا إحنا دلوقتي موجودين على حديقة حديقة الحي المنطقة العشر يعني مثلا هنا هنوه ناخد مثال هنا قدام حضراتكم المنطقة اللي احنا فيها دي هتسمع فيها مثلا 750 650 1000 كاش يعني على حسب كل واحد ودماغه ده كده قدام حضراتكم دي يكون مفروض كلها الحديقة بتاعة المنطقة العشرة زي ما قلت لحضراتكم من المميزات بتاعة المنطقة العشرة ما فيش فيها غير شارع واحد بس داخلي كل المنطقة مميزة المنطقة الجنوبية على حزام أخضر المنطقة الشمالية على حزام أخضر وفي قلب الحقيقة في قلب المنطقة العشرة الحديقة اللي قدام حضراتكم ودائر ما يدور الحديقة دي عمورات على حديقة مساحة ما يفتحها قدام منهم حتى الشارع الوحيد الداخلي جوه المنطقة العشرة رابط بين الحزمين يعني بسم الله منطقة مميزة جدا ومنطقة كهيسة ونفس القصة المنطقة الثلاثاشة يعني منطقة الثلاثاشة المنطقة العشرة يعتبر هما الاثنين توقع من بعض بيتتوسط بينهم منطقة الخدمات ومنطقة خدمات كبيرة جدا ليكون فيها المولات ويكون فيها المدارس ويكون فيها المستشفى الموجودة في قلب الخريطة علشان الناس لو حابة تبص على الخريطة لنزل خريطة الحقيقة المتميزة في مدين البد هتلاقي في قلب المنطقة الوسط المنطقة ال 13 والمنطقة العشرة هتلاقي منطقة خدمات كبيرة جدا يعني ده كده بداية الشارع الداخلي اللي قلت لكم عليه من جاي من الحزام كده وهنمشي فيه هناخد يمين لحد بنطلع من الناحية التانية زي محطوك شايفين ده كده يعتبر شارع داخلي عرض الشارع هنا 15 متر عشان الناس اللي بعرف عرض الشارع 15 متر هنا برضو مثلا هتسمع أسعار مثلا 650 ألف كاش يعني 600-650 ألف كاش إلا على الحديقة مثلا ممكن يبقى ممايز شوية ممكن تسمع فيه 700 ألف كاش طبعا التأسيط كان زمان معظم الناس بتقصط النهاردة يعني ناس كتير رفضوا فكرة التأسيط علشان كل يوم أسعار مواد البنية بتتغير فأي حد بيشر النهاردة هو اللي كسبان وأي حد بيبيع خسران عشان الناس تبقى في الصورة مهما كان هو مكاسب يعني كان شارع الأرض رخيصة كان باني بوقت الدنيا ما كانت رخيصة لو سابها شوية برضو الأسعار بتتحرك والأسعار بتزيد فالنهاردة المنطق بيقول أي حد بيشر النهاردة بسم الله إن شاء الله كسبان دي كده منطقة خدمات سمحاكم شايفين دي منطقة خدمات اللي هي بين المنطقة العشرة والمنطقة التلات واشرة زي منطقة حد بيشرية حتى مهما كان سعر غالي بس هيكسب يعني كسبان إن شاء الله تعالى لأن العكارات ما بتزعلش حد وكل يوم المنطقة هنا سعرها بتتحرك وخصوصا لسه كمان لما العاصمة هتشتغل أصاد مننا هناك في المكان برضو سعره هيتحرك تاني وتالت وربع ولسه في جوالات من الزيادات موجودة في الحي بخلاف برضو أسعار الحديد رفعت أو نزلت كده كده المكان هيزيد زي ما حاكم شايفين هنا عمارة فيها سكان وبدأ الناس تسكن هنا يعني برضو بسم الله وإن شاء الله الدنيا يعني واحدة واحدة هتبصت لقي المكان بيتحرك في الحي المتميز زي ما حاكم شايفين يعني لحد ما يعني بدأت الناس طبعا الناس محتاجة أن مهلة المباني تخلص بقى علشان خاطر نبدأ نضغط على الجهاز علشان ينزل يزبط بعض الحاجات في المحي طبعا مطلوب أن لما نتكلم مع الجهاز في موضوع الراتش الموجود في الطرق موضوع تصبيت الشارع الرئاسية والحضائق الموجودة بيتكلموا طبعا أن لسه في بعض القطع ما تبنيتش فغالبا يعني بيبقى في مشاكل بعدك في الراتش تاني فبيقول لك لا استنى لما مهلة المباني تخلص ونرجع نشطب كل مرة واحدة ونشير كل مرة واحدة بس احنا طبعا بنقول يعني لو المكان نضف والمكان تزبط الناس هتشجع بعضها وانها هتيجي تسكن ان شاء الله تعالى يعني خلاص يعتبر من اسم التسعين في المية القطع الموجودة في المنطقة خلاص ومعظمها تبنت بقى حاجات بسيطة خالص والمكان يكون مكتمل بإذن الله تعالى دي كانت جولة سريعة في قلب الحي المتميز في مدينة بدر الناس متنساش تعمل لايك للقناة لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت تفرج على اليوتيوب لو تفرج على الفيسبوك وانتنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته